سنوف ايهوس سمارت هوم هب أول جهاز من سنوف يدعم العمل بالكامل بدون الحاجة إلى الإنترنت يدعم الإيوي لينكاست واللي من خلالها بمكاننا نعمل داشبرد وعلى هاي الداشبرد رح يظهر عنا نظام السيكوريتي رح يظهر عنا المشاهد اللي ممكن تنفيذها من خلال الضغط عليها بالإضافة إلى حساسات الحركة والأبواب واللي ممكن نتابع حتى الهيستوري تبعها من خلال الداشبرد ونتحكم بباقي الأجهزة المدعومة على هاي الداشبرد نظام سيكوريتي يمكن تفعيله بضغطة زر واحدة بالإضافة إلى أمكانية كتم صوت الإنذار من خلال نفس هذا الزر وتعطي الإنذار في حال ضغطه مرة أخرى الأجهزة على الآيهوست مدعومة على نظام أبل من خلال الهوم بريج تعمل جميعها بشكل رائع وممتاز ومن ضمنها الان اس بانل السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت اليوم عنا مراجعة للسن أوف آيهوست سمارت هوم هب أول هب من سن أوف يعمل بشكل كامل بدون انترنت لوكالي سواء لأجهزة الزيكبي أو الواي فاي أو المشاهد اللي بتتم من خلاله من أهم مزايا هذا الهب أنه رح يدعم المتر في الربع الأخير من هاي السنة خلينا نتعرف على الجهاز مباشرة على الواجهة الرئيسية للجهاز عنا LED انديكيتر في الأعلى أول زر عنا بتفعيل وتعطيل نظام الإنذار وثاني زر عنا لكتم صوت الجهاز فيه حال كنا مدخلين هذا الجهاز في اوتوميشن أنه يصدر أصوات عند حدوث أمور معينة والزر الثالث لتفعيل وإيقاف تفعيل إضافة أجهزة الزيكبي وآخر زر هو زر الباور ضغطة طويلة رح يقوم بإيقاف تشغيل هذا الجهاز وعلى الواجهة الخلفية للجهاز عنا مدخل مايكرو اس دي وعنا مدخل يو اس بي بالإضافة إلى منفط طاقة تايب سي ومدخل انترنت إضافة أجهزة الزيكبي على الجهاز عملية سهلة جداً ومجرد الدخول على الويب يوزر انترفيس رح نضغط على إشارة الزائد ورح يكون الجهاز جاهز لإضافة أجهزة الزيكبي بإمكاننا أيضاً الضغط على الزر الموجود على الجهاز حتى لو ما كنا فاتحين الويب يوزر انترفيس بإمكاننا إضافتها مباشرة من خلال الجهاز ومجرد الضغط على زر الإضافة على الجهاز رح يبدأ البحث عن أجهزة الزيكبي وعند إيجاد أي جهاز من الأجهزة اللي في وضع البيرنج رح يصدر صوت ينبهنا إنه تم إضافة هذا الجهاز حتى لو إحنا مش فاتحين الويب يوزر انترفيس جربت مجموعة من الأجهزة على هذا الهب ومن ضمنها إضاءة آيكيا والإضاءة تعمل بشكل ممتاز إن كان من رفع السطوع أو خفض السطوع أو تغيير درجات اللون الأبيض جربت أيضاً حساس الحرارة الزيكبي من سن أوف اللي رجعنا على القناة يعمل مع الداشبرت بشكل ممتاز لكن لا يمكن مشاهدة أو متابعة هستوري الحرارة على الداشبرت فقط من الويب يو اي جربت مفاتيح سويتش رباعية من زيم سمارت مع الجهاز وعملت بشكل ممتاز مع هذا الجهاز هذه المفاتيح إصدار الزيكبي عليها 3 والهب يدعم الزيكبي 3 لكن انتمه لنقطة مهمة إنه في أجهزة بيكون إصدار الزيكبي عليها 3 لكن مش ماشي على الستاندر فما رح تعمل معناه بالشكل الصحيح هذا الجهاز من شركة اسمها لورتا إصدار الزيكبي عليه 3 يعمل مع الآيهوست لكن لما أعمل أون لأي سويتش من السويتشات الموجودة عليه يعمل الثاني معه بشكل أوتوماتيكي لأنه مش ماشي مع الستاندر تابع الزيكبي 3 كمان جربت إضاءة ملونة من زيم سمارت وتعمل بشكل ممتاز ويمكن التحكم بدرجة السطوع والألوان ودرجات اللون الأبيض من خلال الداشبرد بشكل أكثر من رائع وجربت أيضا جهاز يعمل على الواي فاي أضفته على الجهاز واللي هو البي او دابليو إليت يعمل أيضا بشكل ممتاز لوكل بدون انترنت لإعداد الجهاز لأول مرة رح نحط الاي بي لأخده الجهاز من الراوتر على المتصفح أو بإمكانها نحط ihost.local في حال ما نشحت رح نستخدم الاي بي مباشرة رح تجعلنا صفحة الدخول اللي من خلالها رح نحدد باسورد لهذا الجهاز في الهوم بيج عنا على اليمين زر البلس ويمكننا من خلاله نضيف أجهزة الزكبي أو الكاميرات اللي بتدعم الـ ONVIF Standard اللي هي اختصار لـ Open Network Video Interface Form ولو عملت بحث الآن من خلاله رح يكتشف جميع كاميرات ريولينك الموجودة عندي لأنها بتدعم هذا الستاندر لو جربنا إضافة واحدة من هاي الكاميرات رح تعمل معنا على هذا الهب ويمكننا إضافتها على الداشبرد هذه اللقطة اللي احنا بتشاهدوها الآن بعد ما أضفت الأجهزة على الهب وفيه عندنا خيار جميل جدا واللي هو الزكبي ماب هذا الخيار ورجينا أجهزة الزكبي كيف متصلة مع بعض وكيف عاملة الزكبي يمش بينها وبين بعض رح أورجيكم إياه الآن بعد ما أضفت الأجهزة على هذا الهب وكيف جميع الأجهزة اللي أضفتها عملت شبكة متكاملة بإمكاننا سحب أي جهاز من الأجهزة الموجودة في هذه الماب رح يورجينا التسلسل اللي هو ماشي فيه مين متصل مع مين على هذا الهب الأجهزة اللي بتعمل كريبيتر رح يكون عليها دائرة باللون الأزرق الغامق أما اللي بتكون إنت ديفايس رح يكون عليها دائرة باللون الأزرق الفاتح ثاني خيار موجود عنا على اليسار واللي هو المشاهد من خلاله بإمكاننا نضيف المشاهد اليدوية المانوال سينز أو السمارت سينز العادية زي اللي منضيفها على تطبيق لـ EW Link وثالث خيار موجود عنا واللي هو نظام السيكيريتي اللي من خلاله بإمكاننا نفعل المود المناسب لإلنا سواء كان Home Mode أو Away Mode أو Sleep Mode والخيار الرابع EW Link Cast اللي من خلاله بإمكاننا عمل داشبورد زي ما شفناه في بداية الفيديو أما الخيار الخامس فهو للدكر واللي من خلاله بإمكاننا نضيف Add-on على هذا الجهاز واللي من ضمنها ال Home Bridge أما الخيار السادس فهو للPilot Feature اللي من خلاله بإمكاننا نجرب الفيتشر أو الميزات اللي ما زالت تحت التجربة والآن حاليا فقط موجود الزيكبي 2 Cube واللي من خلاله بإمكاننا نضيف الأجهزة الغير مدعومة على هذا الجهاز أما الخيار الأخير فهو الخيار ال Sitting واللي من خلاله بإمكاننا نتحكم ببعض ال Sitting الخاصة في هذا الجهاز خلينا نروح على أهم خيار في هذا الجهاز واللي هو الدكر بعد إضافة Micro SD Card على هذا الجهاز رح يطلب مننا نعملها فورمات بعد الانتهاء من فورمات المايكرو SD Card رح يقترح علينا Add-on مهم جدا واللي هو EW Link Smart Home هذا الأد-on هو اللي بسمحلنا نتحكم بأجهزة SunOff الواي فاي الموجودة على تطبيق EW Link والمدعومة على i-host طبعا فيها قائمة رح حط لكم إياها الآن وعشان نفعل الأد-on رح نضغط على Install طبعا إضافة الأد-on بتاخد من 5 إلى 10 دقائق أنا سرعت الفيديو والآن رح نعمل Run للأد-on ورح نضغط مرة أخرى Run الآن الأجهزة الموجودة عنا على تطبيق EW Link المدعومة رح تبدأ تظهر بشكل أوتوماتيكي وعشان نستطيع إضافتها على i-host رح نعمل Log In على حساب EW Link من خلال هذا الأد-on بعد الدخول على حساب EW Link فقط علينا نعمل Sync لهذه الأجهزة مباشر رح تنضاف على i-host أنا ظهر عندي 3 أجهزة فقط ما عندي أجهزة واي فاي كتير والأجهزة الواي فاي الموجودة عندي فعليا هي الأجهزة اللي ظهرت الآن مجرد ما أعملها Sync رح تظهر عندي على ال-home page على i-host ورح يكون بإمكاني تحكم فيها بشكل كامل Local بدون إنترنت والآن رح نضيف Add-on آخر مهم واللي هو ال-home bridge رح نضغط على إشارة الزائد في أعلى الصفحة على اليمين ورح نبحث عن home bridge ورح نختار هذا الخيار اللي هو ال-home bridge أول واحد بعدها رح نضغط على Add والآن رح نضغط على install رح ياخد معنا أيضا وقت رح أسرع الفيديو الآن الآن رح نضغط على run وكمان مرة رح نضغط run والآن رح ندخل على Web User Interface لل-home bridge بالضغط على الزر الموجود في الأعلى والهو على شكل زر play رح ياخدنا على صفحة جديدة رح نضغط على get started وبعدها رح نختار username و password لل-home bridge ورح يدخلنا على الصفحة الرئيسية لل-home bridge مجرد عمل scan لل-qr code الموجود على اليسار من خلال ال-apple home kit وهتظهر جميع الأجهزة الموجودة على ال-ihost على ال-apple home kit ويمكننا تحكم فيها بشكل كامل لكن بعد الانتهاء من الإعدادات اللي رح نعملها الآن رح ندخل على plug-in ورح نبحث عن e-way link cube هذا اللي plug-in هو اللي رح يربط بين ال-ihost وال-home bridge بعدها رح نختار install بعد الانتهاء من التثبيت رح يطلب مننا access token من ال-ihost رح نضغط على get access token عشان نطلب ال-access من ال-ihost مباشرة رح نروح على ihost عشان نوافق على هاي التوكن وآخر إعداد رح نقوم فيه واللي هو رح نضغط على device list ونعطيه صلاحية بجميع الأجهزة ورح نضغط على save وتبقى علينا خطوة أخيرة عشان تظهر عندنا الأجهزة انه نعيد تشغيل ال-home bridge فرح نضغط على زر الباور الموجود على اليمين وبعدها رح يتم إعادة تشغيل ال-home bridge ورح تظهر عندنا جميع الأجهزة على ال-home bridge واللي هي مباشرة بعد عمل scan لل-qr code رح تظهر عندنا على ال-apple home kit والآن تبقى علينا إعداد واحد واللي هو أنه ندخل على setting ونضيف حساب ال-e-way link على ال-ihost نفسه عشان يظهر ال-ihost على تطبيق ال-eway link ونستطيع تحديث ال-ihost من خلال ال-eway link app وبعد إضافة الحساب رح يظهر مباشرة أيقونة لل-ihost على تطبيق eway link واللي من خلالها بإمكانها ندخل ونعمل تحديث لل-ihost بشكل دائم عيوب هذا الجهاز لحظت أن تنفيذ ال-automation على هذا الجهاز بطيء يعني بأخذ من ثانيتين إلى خمس ثواني لتنفيذ ال-automation وكجهاز يعمل local المفروض يكون تنفيذ ال-automation فيه بأقل من ثانية لكن أنا بتوقع أنه هذا بق في السيستم والسبب أنه نفس ال-automation لو تم تنفيذه من خلال ال-Apple HomeKit رح يتنفذ بسرعة على نفس الأجهزة الموجودة على ال-ihost بأقل من ثانية ومن العيوب اللي لاحظت على هذا ال-hub حاليا وقت صوير هذا الفيديو لا يدعم مساعد أمازون وأيضا لا يمكن استلام تنبيهات أو الدخول عليه من خارج المنزل على الهاتف الجوال لكن كمان بتوقع أنه هذه الأمور رح تنحل مع نزول الماتر هذا توقع وإن شاء الله يكون صحيح إن شاء الله يكون أعجبكم هذا الفيديو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه لايك وسبسكرايب سلام عليكم